واخدك في رزنامت التاريخ وحكيلك عن الستات في مصر مصر الأديمة وحدث وافتخر ولا تخجل انك تتكلم عن ستات مصر وقول وسمع كل جاهل بتاريخنا كيف احترمت الحضارة المصرية والضمير المصري الأديم الست المصرية احكيلك عن اياح حطب المولودة سنة 1560 قبل الميلاد زوجة الملك سقن رعا اللي انهزم وتقتل في حربه مع الهكسوس فما قعدتش يعني تند بحظها دعمت ابنها الأكبر الملك كاموس فيتهزم هو كمان ويتقتل فالداري ألمها وحزنها وتبدأ فيه اعداد طفلها أحمس وتعهد به لقيادة الجيش علشان يكمل دور أبوه وأخوه وتدور فيه الأسباب علشان تعرف ليه جزها وابنها اتهزموا فتكتشف ان الهكسوس كان عندهم التقدم العسكري المتمثل في العجلة الحربية فتؤمر بتصنعها في الجيش المصري وتفضل توعي الشعب إلى ضرورة مواصلة الكفاح ضد الهكسوس ويحارب أحمس الهكسوس مش يطردهم يطاردهم حتى وسط أسيا وتشيل الناس المشاعر وهي بتستقبل الجيش المنتصر اللي راجع على أبواب سينة بس ما يغنوش للملك يغنوا لأم الملك الحقيقة أم الملك المنتصر التي كانت سببا في النصر اللي ضحت بالزوج والابن الأكبر وكان من الممكن أن يكون التضحية كمان بابنها أحمس ولكن ربنا كتب النصر على قديم ويغني الناس وحوي يا وحوي أهلا أهلا وحوي تعني أهلا أهلا بالمصرية الأديمة إياح حطب وتعني أمر الزمان ثم دمجت الكلمتين في بعض بمرور الزمن وأصبحت إياحة ومن يومها وإحنا بنغني لكل هلال في السماء لما نشوفه وخصوصا في رمضان ونغني وحوي يا وحوي إياحة اللي اختصرناها في اسم إياح حطب أمر الزمان وحكي لك كمان في التاريخ المصري على الرزنامة عن حد شبسود أقوى ملكات التاريخ مش بس مصر اللي عاشت في الفترة من 1479 ل 1458 الحكيمة التي وصلت بنفوذ مصر لبلاد الصومال اللي كان اسمها بلاد بونط واللي توصفت على جدران معبدها في الدير البحري بأوصاف لم تكتب لغيرها زي ابنة الشمس صديقة آمون حد شبسود حورس الذهبي مانحت السنين آلهة الإشراقات هازمت جميع البلاد التي تحيي القلوب السيدة القوية وده طبيعي لأن عهدها كان فترة ازدهار اقتصادي غير مسبوق تشغيل للمحاجر والمناجم واستخراج المعادن إنتاج وتجارة مع الدول المجورة لمصر كان عصرها كمان عصر سلام واستقرار ما أرسلتش حملات عسكرية غير لتأديب الطماعين في مصر زي الحملة اللي بعثتها مثلا لسوريا وفلسطين يا حطب وحد شبسود نمازج لنمازج ما يكفيناش ساعات نتكلم عنها زي نيفرتيتي الزوجة المخلصة للملك أخي نأتون وشركته في الحكم زي إزيس رمز النماء والوفاء لزوجها أزوريس ورمز التضحية والعين الحمية لابنها حورس قاهرة إله الشر ست زي نيفرتاري الزوجة المخلصة المحبوبة لرمسيس الثاني زي مرت بتاح أول امرأة تمارس الطب في العالم سنة 2700 قبل الميلاد وأتعجب من الناس تقولك شورة الست تخرب الدار سنة وانصحت وأقولك شورة الست المتعلمة الوعية المتربية تصلح الدار وتعمرها وتصلح البلد مليون سنة انصحت عقولنا سباح الفل